إمتى نقول يعني أن الطفل ده فعلا عنده مشكلة من مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو وصل فعلا أنه يبقى مريض من مرضى السوشيال ميديا وإمتى نقول أنه هو مجرد يعني متعامل مسرف مع القصة خلينا نصف العلاقة ما بين المراهق أو حتى الأطفال دلوقتي وشاشات الموبايل أو أي شاشة عمولة الشاشة هي أحد الأدوات اللي بعتمد عليها للتسليع لإطفاء بهجة ما لتشتيتي عن حاجات كتير حوالي يعني أنصوها لا وللحصول على معلومة برضو يعني ما يقدرش ننكر الأطفال بيستخدموها أحيانا في البحث ما احنا هنقولها دلوقتي ولكن الفكرة في الاعتماد على الشاشة هي حالة من الإدمان الإدمان هو الاعتماد على شيء أو شخص أو أي حاجة لإحساسي بالمتعة أي مكانة هذه المتعة وبناء على ذلك العلاقة التي تنشأ ما بين الطفل أو المراهق والشاشة هي علاقة تطورها يحتاج إلى فهم ومراقبة من الكبار ويمكن خليني في الأحداث الأخيرة على قد ما كانت السوشيال ميديا احنا بنعاني منها والمعاناة دي عالميا بالمناسبة وأنا هقول عالميا إزاي على قد ما هي أضافت كتير للأطفال أو الجيل الجديد اللي ما كانت يعرف حاجة عن الأحداث أو الأزمات الحالية وبناء على ذلك ظهر لها حالة من الفائدة وده مهم جدا ولكن لما أرجع حالة التوحد مع الشاشة أو حالة الانفصال عن كل ما حاولي دي حالة مزعجة لأنه في هذا التوقيت عقل الطفل أو المراهق بينمو إن مو ده لا نعلم إنه السيجنلز أو إشارات الشاشة وهذا الكم من المعلومات وبالمناسبة على قد ما كان هو كويس الفترة اللي فاتت على قد ما إحنا عندنا معاناة كبيرة اسمها الميس انفورميشن أو المعلومات المغلوطة ويمكن ده أنا كنت شاركتي فيه في قمة نوبل الأخيرة في أشنطن في مايو الماضي لأنه العالم يعاني من فكرة الميس انفورميشن أو المعلومات المغلوطة بشكل قوي لما يجي أبص لابني أو بنتي وتعلقه بالشاشة ومتابعته للشاشة بشكل دائم هلاقي إنه كم الوظائف بتاعة المخ اللي هتبتقي تتغير كم مش لطيفة ليه؟ لأنه مثلا الجزء المسؤول عن تكوين شخصية الإنسان بشكل كبير جدا 70% من شخصيتنا في الجزء اللي أنا هقوله ده وهو الفص الجبهي للمخ الفص الجبهي للمخ ده فين بعفاني جزء الأدام هنا كده أوكي ليه؟ لأنه فيه الوظائف التنفيذية بتاعة كل حاجة بنعملها في الدنيا التخطيط التنظيم الصنع واتخاذ القرارات المرونة العقلية أو التعامل مع الضغوط القدرة على ردود الأفعال السريعة القدرة على التنقل ما بين الوظائف أو ما بين المواقف أو ما بين المهام في الحياة كل ده اللي سكرين بتحده لأنه هو بيفقد قدرته على اللي نسميها التكيف قدرة على التكيف هي أهم قدرة في بناء شخصية الإنسان قدرة على التكيف لأن ده اللي بيبني ذكاءه العاطفي أو نقول عليه ذكاء المواقف ذكاء الحياة وهنا دي نقطة خطورة لأنه اتسحب لحتة فيها حالة من العزلة عن المجتمع وابتدت وظائفه اللي تخص تعاملاته الاجتماعية وذكاءه الاجتماعي يحصل فيها حالة من المحدودية وهو مش دارياني ترجمة نانسي قنقر